السلام عليكم. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجة بدنا نقول لكم بليتور ناش صباح داج. ذاك شي بخير. زوين. اهلا من الزيناتو. ان شاء الله مني يقرب ذاك الشرع اني غنا نتكلم لكم عليه. بدنا نتكلم في واحد الموضوع اخر. طرح واحد داري واحد سؤال في القروب قال لك. كنت في المسجي تنقرأ القرآن لما وصلت للاية السجدة حطيت لمصحف في الارض. فجا عندي واحد رجل قال لي را كدتي دنوب. ما كانش عليك تحط لمصحف في الارض. جا واحد قال له اخر. بلي ما كانش مش راها ما كدنوب لا والو يجوز ان تضع المصحف على الارض. سئلت في الموضوع فاقول رأيي. نحن نقف بالوسط فنقول صحيح ان الارض طاهرة جوز صلاة عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت ليلمس الارض مسجدا وطهورا. صحيح. صحيح ان اصل التراب طاهر قال الله عز وجل فتيما مصاعدا طيبا اي ما صعد على الارض من تراب وحجر طيب. لكن هذا لا يعني اننا نضع المصحف على الارض التي تطعوها الاقدام. هدو المشكل. ان هذا الارض وان كانت طاهرة فقد ذكرها الله عز وجل وذكر التراب على سبيل التحقير تذكيرا للانسان باصل خلقته. فقال الله عز وجل اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فذكر الله التراب على سبيل التحقير انه اصل خلقة الانسان يتواضع الى ربه. وإلا لماذا امرنا بالسجود حيث نضع اشرف ما نملك وهو الوجه على اقدر مكان او ادنى مكان وهو الارض وهو الذي نطأه باقدر اقدامنا. فنضع وجوهنا على المكان الذي تطأه اقدامنا كي نتواضع لله عز وجل ونعرف قدرنا. فهذا المكان الذي تطأه الاقدام احيانا والله لا يستسيغ احدنا ان يضع وجهه على ذلك السجد لما فيه من روائح كريهة. انا لا اقول محرم لان التحريم يحتاج الى دليل انما اقول تأدبا تأدبا مع كلام الله لا يوضع المصحف مباشرة فوق الارض التي تطأها الاقدام. وانما تجعل حاليا بحال ديك صلى الله عليه المربعة تدها مع الاقدام تنزيها وتأدبا مع كلام الله. هذا الذي بالي والله اعلم.